عندك عربية ملاكي أجرة ميكرو باس مرض عليها عشرين سنة وعايز تستفيد من الوزارة من المبادرة اللي أطلقتها الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية وتبدل عربية تجديه بعربية جديدة تشتغل بالغاز أو بالبنزين تعمل ايه؟ دي الأسئلة اللي حنترحها حالاً على ضفنا العزيز دكتور طريق عوض المتحدث باسم صندوق وإحلال وتجديد السيارات التابع لوزارة المالية أهلاً وسألنا دكتور دكتور بما إن خيري بدأ بالسؤال يعمل ايه؟ فاحنا بنبتدي بنفس السؤال يا دكتور اتفضل هي المبادرة الغرض منها إحلال السيارات المتقدمة في الشارع المصري عمتاً سواء كانت تاكسي أو ملاكي أو ميكرو باس اللي مر عليها عشرين سنة أي مواطن لديها هذه السيارة عليه التقدم على موقع المبادرة وممكن نقول اسم الموقع www.gogreenmars.com بيدخل على الموقع بيتفتح له صفحة بيقدم فيها طلبه أهم حاجة إنه يتتوافر فيه الشروط الخاصة بالمبادرة وهي أولاً يكون مصري الجنسية ثانياً يكون زي ما قلنا السيارة مرت عليها عشرين سنة من تاريخ صنعها الشرط الأهم واللي عليه جدل إلى حد ما إن تكون السيارة في حوزته مدة لا تقل عن سنتين قبل بدء المبادرة وده خاص بالذات بشرط السيارات الملاكي في معدى ذلك كل الشروط إيه الهدف من الشرط ده؟ يعني أنا لو اشتريت العربية السنة اللي فاتت بس تمام ليه بتحرمني من إن أحاول عربية الغازة أو بنزين الشرط ده يعني زي ما حضرها كده قلت ليه بتشتريته السنة اللي فاتت بس المبادرة أعلنت السوق حصل في تدفق على شرع العربيات الأديمة وطبعا كان أصبح هناك مجال التلاعب ومجال الحصول على ميزات لا يستحقها من يحصل عليها بهذا السنة إذا ندور على إذا كان يستحق أو لا قبل ما أدوره واشتراها ليه يعني إحنا كنا الغرض كله من المبادرة هو إذا ما حضرهاك عارف كده العامل البيئي وإن إحنا البيئة المصرية تتحول إلى بيئة خضراء يتجدد الشكل والبيئة وكل شيء فده كان الغرض من إتاحة هذه المبادرة طبعا إذا تم الاستفادة بعدد كبير وتم التفكير في مرحلة جديدة يعني للناس لأن أكيد اللي اشتراها أو عمل حاجة بسعر قليل عشان يستفيد من المبادرة هو في احتياج لسيارة أيضا قد يكون اللي اشتراها زي ما تقول حضرك مواطن عادي آن نشجعه لكن هناك فئات أخرى تدخلت في الموضوع نعلمها جميعا يعني هينعكس في السوق إنعكاس ضد اللي احنا نهدف أنا